عشان لو احنا شايفين عيد في حد نقدر نعمل ايه؟ توازن نعمل توازن نغير في الوانه نغير في الوانه نلعب بالالوان نلعب بالالوان نشوف احنا رحين فين انا يلالكو طاقة الالوان نلبس ايه النهاردة يعزق نيه حد هتلبسي اخضر عايزة تخلي حد يعني فعيد مبسوط تلبس اصفر حد من ولادك وعارف ان هو متشبس برأيه بيروح يعني ريدي علي ان هو يلبس ابيض هتلاقي الدونية هادية شوية طاقة الالوان دي جميقة على فكرة خطيرة جدا جدا وبتفرق جدا بوسي بعايز اقولك على طاقة اللون اللي هو البنفسيجي اللي احنا قلنا عليه هو ده بقى اللي انتي قلتلي في اول الحلقة الالوان اللي بتجذب الصراء هو ده اللون اللي بيجذب الصراء البنفسيجي لون جاذب للصراء والغنى الفلوس بتحبه هو بيحب الفلوس يتمسك مثلا كشنطة كبيرس كاي حاجة كاي حاجة كاي حاجة يعني حتى الراجل ممكن يلبسه كرافات مش هيلبس مش هيلبس بدلة موض موض يعني هتلقى صعب قوي وما يقول الشيء جايز لا يمضي بس معلش بس عشان نسهلها شوية كرافات لازم يعني خد طاقة الالوان الحاجة اللي احنا بنقولها حجر لون حجر شوف اللون البنفسيجي ده يبقى حجر ايه ويلبسه البسي او كرافات بسي بقى لانه اللون البنفسيجي ده طاقة الغنى ما ينفعش نعمل الحمام اللون ده اوكي لانه مش هحط رزق في الحمام في الحمام الدنيا ولا في المطبخ لان اللون البنفسيجي ده بعتبره عنصر ناري والمطبخ اساسا عندي فيه نار هتحطي نار على نار هتقليب الدنيا اذا اللون البنفسيجي ده هنكتفي ان احنا نحط منه خطوط في قوض النوم في الريسيبشن لكن ابعادي عن الحمام والمطبخ انه هو يبقى ايه باللون ده باللون ده اوكي العلاج بالالوان لأ كنت حايز تقولي لي حاجة مفاجأة عن اللون الاحمر اللون الاحمر بصي بقى كنت هقولها لك بردو طاقة الزكورة وطاقة الانوسة ديها نصيب من الالوان قال ديها نصيب من الالوان على عكس من ناس فكرة خالص طاقة الزكورة اللي بيدعمها اللون الاحمر غريبة احمر ده ستاتي قوي بصي ابيض واصفر وورنج وورنج واحمر يعني البرتقاني والاحمر والاصفر والابيض اللي بيعلي ايه طاقة الزكورة عشان كده لما البنت مثلا خارجة أو سيدة خارجة فيه وصلت فيه رجال كتير وعايزة تسترجل كده وتبقى الدنيا يعني محدش يختارقها أو يعكسها أو يضيقها البسوا الألوان دي أحمر أبيض أصفر برطقاني أو أحمر ده الأحمر ده دلع قوي بتزود طاقة الزكورة عندها بتعزز طاقة الزكورة عندها الطاقة الأنسوية بقى إيه اللي يعززها؟ الأسود الوردي الأسود لأن الأسود بيحسسها بذاتها الأنوسية بيخلي عندها ثقاف نفسها والستة ما بيبقى عندها ثقاف نفسها بتبقى جزابة كل حاجة بتبقى حلوة بتبقى جزابة وبتجزب لنفسها الجميع الأسود الوردي الأزرق بدرجاته وكمان البنفسيجي بدرجاته يعزز طاقة الأنوسة تعاني شو بقى إيه العلاج بالألوان الناس اللي دايما قلبهم تعبان بيعانوا من الانفصال من الخيانة من الغدر أو لقدر الله أمراض في القلب إيه اللي يحسن من الأداء قلبهم اللون الأخضر الأخضر